الحمد لله والشكر لله قدرنا نفوز بهدفين مقابل الهدف أنا حتكلم بسرعة جدا عشان أستقبل ضيوفي وحتكلم بمنتهى منتهى الحيادية والعقل وكل هذه الأمور اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم خلونا لننظر إلى ونتفق مع حضراتكم إن إحنا أو أنا اتفقت مع حضراتكم من إنبالع لغاية يوم 25 إحنا كمشجعين أنا واحد من حضراتكم لا نملك إلا حاجة واحدة فقط وهي المساندة والدعم المساندة والدعم مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور مهما كان المستوى مهما كانت النتيجة مهما كانت كل حاجة الفترة لـ 25 يوم اللي جايين دول اللي حضراتكم شايفينه النهاردة في المبارات الأهلي والإسماعيلي ده صورة من اللي بيحصل أو اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية ليه؟ لأنه عندما يلعب فريق كل 3 يام مباراة بتجده منهك ومجهد وكل حاجة خصوصاً إن هو مش جاي من أجازة هو جاي من ضغطة كبيرة جداً جداً في مباراتين سافر فيهم كونغو ورجع وقبلها سافر مش عارف فين ورجع وقبلها فبالتالي وأنا اتفقت مع حضراتكم كده مبارح واتكلمت مع حضراتكم بهذا الشكل بعيداً عن أداء النهاردة النهاردة الأداء نقول متوسط أو أفو المتوسط بشوية ولكن يعني نقدر نطلع ونشيد ونقول والكلام ده كله وأنا مع حضرتك في هذا الأمر ولكن على الجانب الآخر أنا يهمني شيء واحد فقط يهمني النهاردة أخذت ثلاث نقاط مطش الجونة أخذت ثلاث نقاط اللي بعد أخذت ثلاث نقاط وهكذا أخذت نشر نقطة في الأربع مباريات اللي عندي في الدولة العام ثم ثم يوم 18 أرجع بنتيجة إيجابية لو ما كسبتش أتعادل وبعدين المطش يوم 25 المطش الأهم بالنسبة لنا في هذا الموسم تحاول أن أنت تكسب وتفوز بهذه البطولة فالـ 25 يوم دول ابتداء من يوم 1.5 الغاية يوم 25.5 زي ما اتفقت مع حضراتكم وكثير من جمهور النادي الأهلي الحقيقة بيبعطوا لي على السوشال ميديا وبيكلموني في التليفون والله أنا برد على أي نمرة بتكلمني بالمناسبة علشان لو هي حد من جمهور النادي الأهلي بيكلمني يقول لإسلام أسمع وجهات النظر أنا بحب أسمع وجهات النظر عشان أعرف أطلع أتكلم مع حضراتكم فأنا اللي بقوله أن أنت النهاردة فزت بثلاثة نقاط محدش يقولي أصل الأداء أصل اللي مش عارف إيه طبعا كل واحد حر جمهور النادي يقول اللي هو عايز وهم اللي هو عايز ولكن أنا هنا بتكلم عن بعد من لا يشجع عندي الأهلي محدش يقولي أصل الأداء أصل مش عارف مين تعبان أصل مين مش قادر لا أنا كل اللي يهمني أن أنا الاثناشر نقطة اللي جايين دول أخذ اتناشر من اتناشر وبعد كده فكر في مبارتي الترجي خلاص فإحنا كلنا ما بنفكرش في حاجة دلوقتي من بعد هذه المباراة ومن بعد الثلاثة نقاط غير إيه عندما سؤل عسل كولر على فكرة وراجل زكي عندما سؤل كولر على مباراة الترجي قال لهم اللعيبة بتفكر في ماتش في أفريقيا قال لهم لا اللعيبة بتفكر في ماتش الجونة ماتش الجونة هو اللي جاي هو الثلاثة نقاط هو النهائي بتاعنا ماتش الجونة اللي جاي ده دور المدير الفني بالمناسبة أنه هو يوصل لعيبته كده طيب اللاعبين الحقيقة بيقوموا بأفضل دور حتى هذه اللحظة الجهاز الفني بيقوم بدور جيد جدا حتى هذه اللحظة إذن الجمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء وبيقوم بدور فوق يعني أحلى حاجة في الدنيا إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة زي ما حضراتكم شايفين وقفين وقف جمدة جدا جدا مع الفريق فكل اللي أنا بقوله لحضراتكم إن احنا خلال هذه الفترة لا نفعل شيء إلا المساندة والدعم مساندة ودعم النادي الأهلي خلال هذه الفترة واجب علينا كلنا كأهلوية اللعبة دي تعبت جمد جدا اللعبة دي تستحق المساندة والدعم كل هؤلاء اللعبين اللي متنرفز فيهم وأنا قلت لحضراتكم إن اللي متنرفز نهدي الدنيا عليه لأنه الضغط ضغط 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 لازم حتطلع لازم حتطلع كل اللي جواك وبالتالي عندنا مدير فني هو اللي بيحاسب اللعبين عندنا مدير كورة برضو هو اللي بيحاسب اللعبين من الناحة الإدارية والمدير الفني بيحاسبه من الناحة الفنية وإحنا بقى دورنا نحن نساند وندعم هذا الفريق هذا الفريق من أول كابتن محمد الشناوي لغاية أصغر واحد فيهم كابتن محمد الشناوي بصفته كابتن الفريق يعني من أول كابتن محمد الشناوي لغاية أصغر واحد فيهم كلهم وكل جمهور النادي الأهلي يوصل لهم ميسجز أو رسائل خلال الفترة القادمة إن إحنا في ظهركم بنساندكم وبندعمكم وعارفين إن أنتم مجهدين وعارفين إن أنتم تعبنين ولكن خلوا يعني احنا في ظهركم طلعوا كل اللي جواكم عشان ناخد اللي 12 نقطة وبعد كده نفكر في مبارتي الترج إن شاء الله المباراة النهائية المبارتين النهائيتين إن شاء الله في نهائي دوري الأبطال متأكد طيب أنا جبت الكلام ده منين من حضرتك من حضراتكم من جمهور النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الناس بتكلمني على السوشال ميديا الناس بتكلمني على التليفون الناس بتكلمني في كل مكان وبقول لهم بقول لهم أو بسمع منهم الأول وبقول إن أنا حطلع أقول هذا الكلام كل اللي بيتقال لي يا إسلام إحنا عايزين نساند وندعم الفترة اللي جاية لأن المجموعة اللاعبين اللي موجودين يا ما عملولنا ويا ما هيعملولنا الفترة اللي جاية كمان فأنا سعيد جدا جدا بإن إحنا أخدنا ثلاث نقاط من نادي كبير وعريق زي النادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي عمل مباراة جيدا وحطلع أقول ومش حخاف من إن حد ينتقد الكلام اللي أنا بقوله ده ولكن هذه الحقيقة لو النادي الإسماعيلي لعب كده قدام كل الفرق كان زمانه بينافس بيراميدز دلوقتي مثلا الأهلي بعيد لأنه إحنا عندنا 7-8 مطشات مؤجلة فكان زمانه بينافس بيراميدز على القمة الحقيقة يعني ولكن باستغرب جدا إن النادي الإسماعيلي بيلعب هذا المستوى الرائع أمام النادي الإسماعيلي ومش زعلان أنا بس باستغرب إنه النادي الإسماعيلي بيلعب هذا المستوى الرائع وبعدين يجي أمام بقية الفرق وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده لكن أوكي دي حاجة تخص النادي الإسماعيلي وهم يعني يأضرب كل ظروفهم عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن انت نهارده ثلاثة نقاط من بؤ الأسد قدرت تكسب النادي الإسماعيلي هذا النادي الكبير والعريق الحقيقة إن شاء الله ثلاثة نقاط يخلونا نكسب الفترة القادمة كل المباريات هي البداية دايما بتبقى صعبة خصوصا لما تبقى مع النادي الأفضل من بعد الأهلي والزمالك دايما لما تفجي تكلم تقول أهلي زمالك إسماعيلي وحنفضل نقول هذه الكلمات أهلي زمالك إسماعيلي لأنه الإسماعيلي هو الضلع التالت لكرة القدم المصرية عشان كده بقول لحضراتكم مساندة ودعم من خلال سوشال ميديا اللي يقدر اللي يعرف اللاعبة يقول لهم إحنا وقفين في ظهركم كل حاجة كل حاجة اللاعبين بجد والله أنا بقول لكم ده كمان بنق لحضراتكم نبض اللاعبين اللاعبين عايزة تعملكوا أحسن حاجة وعايزة تموت نفسها جوا الملعب ولكن في حاجات بقى التمرين يعني بيبقى الإجهاد الضغط المباريات الضغط النفسي التفكير العقل بيفكر إزاي فحاجات كتيرة جدا جدا هم مضغوطين إن شاء الله كل الأمور وإوعوا إوعوا تروحوا في سكة أصلوا أفشة أصلوا حسن الشحات أصلوا السلية أصلوا ما تروحوش يا جماعة في السكة دي إوعوا وحد يوديكم في السكة دي اللي بيحصل بيحصل مع أكبر فرق العالم لو حد زعلان ده أنا ببقى مبسوط لما بلاقي اللاعبة زعلان أنا هي ما بتلعبش والله أيوا جماعة هي دي كورة الكورة حلوتها في كده الكورة جمالها في كده جمالها في أن أنت ما بتبقاش فلات لا 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 أنا ما بلعبش هروح همسك فيها هعمل هنا واتمرن أجمد وزود على نفسي وادوس على نفسي أكتر واتكلم مع المدرب بتاعي هي الكورة كده جماعة إذا كان هناك بعض الأمور الداخلية بتحصل في أحسن فرق العالم ولكن عندنا مدير كورة قادر أن هو يزبط كل حاجة عندنا مدير فني عارف هو بيعمل إيه عندنا مشرف على الكورة يعلم تماما متى يتدخل يعلم تماما متى يتدخل قبل ما تسافر الكون هو كان وقف وقفة كده نصف خمس دقايق أو ثلاث دقايق لو تفتكروا في ملعب النادي أهلي في مدينة ناصر في الملعب الترتان اللي كنا متمرن عليه قبل ما نسافر الكون هو كابت الخطيب جي وقف مع اللعيب قال لهم واحد اتنين ثلاثة شكرا يا برجاوي ما هي دي تعالوا واتكلم كلمتين يعني كلعيب كورة بقى وكنجم كبير وكأسطورة من أساطير كورة القدم وكرئيس نادي الأهلي تكلم مع الراجل تكلم مع الناس الدنيا تزبطت فعندنا ما تقلقوش من حاجة دور الجمهور وانا هنا بكلم اللاعبين دور الجمهور ان هو يسند ويدعم ما تقلقوش كل لعيبة النادي الأهلي كل نجوم النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي هيسندك ويدعمك خلال الفترة القادمة لانها اهم فترة اهم فترة في هذا الموسم الوقفة اللي حضراتكم شايفين دي زي ما كنت بتكلم انه متى يتدخل المشرف على كورة القدم متى يتدخل مدير الكورة متى يتدخل المدير الفني هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه دي كانت بعد او قبل السفر الى كونغو مباشرة وبعد هزمتنا من نادي الزمالك لو حضراتكم تتذكروا هذا الامر ولكن اذا كان هناك بعض الاختلال حصل فني يعني ولكن رجعت مرة تانية للطريق الصحيح من خلال وقفة كانت وقفة مهمة جدا 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 مش هتول على حضراتكم ولكن اللي بقوله ده مهم جدا للفترة اللي جاي المسندة والدعم اشتركوا في القناة